الآن إلى الفقرة الرابعة والأخيرة في البرنامج مؤسسة شبابية تهدف إلى خلق ثقافة ريادية وقيادية من خلال تؤدي إلى تنمية اقتصادية اجتماعية في فلسطين لتصل إلى الشباب الفلسطيني وتساعدهم في إنجاح مساعيهم للقيادة وأخذ دور فاعل في المجتمع معنا في الستوديو مديرة مشاريع مؤسسة الرواد للشباب ميك وائل ميك صباح الخير صباح النور كيفك؟ تمام في الأخبار؟ تمام مضل الشيء طيب الحديث عن مؤسسة الرواد للشباب متى تم التأسيس وأهدافها رواد الشباب تأسست بالألفين واثنين بآخر الألفين واثنين بلشت عملها تأسست من قبل مجموعة من الرواد الاقتصاديين الفلسطينيين لحبوا يكون فيه جسم بمثل الشباب وطموحهم أنت حكيت إيش رؤية المؤسسة هي أنه خلقوا تشجيع ثقافة ريادية ليأثروا الشباب بمجتمعهم والاقتصاد الفلسطيني رواد الشباب لها أكتر من عشر سنين اشتغلت على عدة مشاريع وركزت على الأكتر على الشباب والنساء نحن نشتغل على موضوع الاقتصاد بس نركز على الشباب والنساء أحب أذكر مشروعين كثير مهمين احنا اشتغلنا عليهم في مشروع كان تحسين الفرص الاقتصادية للنساء المشروع نقسم لشقين الشق بالأول كان فيه ورشات عمل تعلموا فيها النساء أنه كيف بيدخلوا المجال الاقتصادي وكيف أنهم بقدروا أنه من حقهم يشاركوا في المجال الاقتصادي الشق الثاني كان أنه يتدربوا لصق المهارات التي تعلموها بورشات العمل اشتغلنا مع 17 مركز نسوي المشروع الثاني كان عن الإصلاح الاقتصادي واللي هي كانت دراسة قانونية للقوانين الاقتصادية والشباب الفلسطيني ميج رح نرجع نحكي عن المشاريع ولكن دعنا نشوف الصور اللي على الهوات تظهر على الشاشة تعلق عليهم وين هاي الصور والفئات المشاركة من الشباب ولكن شوفت أطفال كما مستهدفون الآن آخر نشاطاتنا هو عبارة عن مشروع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بضم عدة فعاليات وعدة أنشطة أنشطة تعريفية وأنشطة تطوعية الصور اللي عم نشوفها مشاركات رواد الشباب والاتحاد الأوروبي بأعمال تطوعية أول عمل تطوع عملنا في بيت سوريك شارك أكتر من مئة متطوع بدهن مدرسة البنات في بيت سوريك وتزينها كمان التعرف والمتطوعين على المنطقة لأنه مش المشاط الثاني كان في العوجة العوجة من المناطق المهمشة كثير احنا اشتغلنا أيوم تطوعي على مركز شباب العوجة دهنا المركز حاولنا نزبط لهم الأشياء دهنا ألعاب الأطفال زرنا نبعة العوجة اللي هي منطقة محمية طبيعية بس مش الكل ما سموح يجورها أو بيعرف عنها بفلسطين في عنا هاي الجمعة كمان عمل تطوعي رح بيكون في قرية أسو أس بيت لحم للأطفال رح نحاول نزرع شجر رح نحاول نبسط أطفال قرية أسو أس بعد الطرق في ألعاب مهرجين رسم على وجوه يعني المتصوعين رح يساعدون بكل هاي الأمور في عنا كمان عملنا نشاط مع جامعة برزيت باليوم المفتوح اللي هو حكايات كلية الأداب اللي ضم 12 كلية في جامعة برزيت أعماله والشباب يسألوني أنه كم نشاط يعني تقريبا بالأسبوع ولا أنه ما في شيء محدد لا ما في شيء محدد بس لحد هلأ يعني من أكم من شهر سرنا عاملين ثلاثة كل أسبوعين يعني كل جمعة يعني الجمعة هاي بعدين أسبوعين بعدين الجمعة لي بعدها يعني ما في برنامج معين ولكن هو في برنامج معين بس إحنا من حاول يكون مريح للمتطوعين لأنهم من كتير مهتمين إنهم يرجعوا يتطوع معنا كمان شفنا دعوات ظهرت على الشاشة هاي دعوة للتطوع يوم الجمعة كمان في أعلان مسابقة مياه وحياة اللي بيّن قبل شوية الشاشة اللي هي مسابقة للطلاب الصحفيين المسابقة بلشت بواحد أربعة وبتخلص بخمستعاش خمسة المسابقة هي عن موضوع المياه بفلسطين اللي هو موضوع كتير مهم وحساس خصوصا في الوقت اللي إحنا عايشين فيه في كتير مناطق بتقطع فيها الماي في كتير مناطق ما بتوصلها ماي فإنه الموضوع المسابقة مش بس إنه يركز على موضوع المياه كمان إنه يشجع الصحفيين الخرجين الجداد أو الصحفيين الفراش إنهم يقدموا الموضوع بطريقة ريادية وكرياتيف أكتر الجائزة رح تكون لأحسن رابورت أو قصة مصورة أو مكتوبة هاي دعوة كمان لكل.. صحيح إنه شاركونا لو كان خريج لو كان بدرس بالجامعات أو طالب صحفة وإعلان بإمكانه أنه شاهد صحيح يكون المهم آخر سنة آه بس هي لطلاب الإعلام صحيح لطلاب الإعلام أحد تاني مش طالب إعلام مسوي تصلي لا للإعلاميين ليش طيب؟ عشان إحنا منحاول نشجع الشباب بشكل عام وحاولنا بهاي المسابقة نركز على موضوع واحد وعلى فئة واحدة من الشباب لأنه إحنا بالأعمال التطوعية كتير تعرفنا على صحفيين وشباب عندهم مواهب عندهم قدرات ما بقدر أسميهم بالاسم لأنه بيكون تمييز بس إنه الفكرة كانت إنه نركز على موضوع حيوي وعلى الشباب نعم طيب من مسابقة المياه كنت بتحكي عن مشاريع كنت بتحكي عن إنجازات بالإضافة إلى نشاطات واشتغلتوا على 17 مشروع أعتقد على أكتر خلال العشر سنين بس إحنا اشتغلنا مع 17 مركز نوسوي في مشروع واحد لتحسين الفرص الاقتصادية للنساء هناك مشروع تاني كان كتير مفيد وكان يعني أنا أعجبت فيه كتير شخصياً اللي هو الإصلاح الاقتصادي اللي هي دراسة قانونية صارت على الشباب احتياجاتهم بالقوانين وعلى القانون الاقتصادي الفلسطيني الدراسة بيّنت نتائج كتير مفيدة اختتم المشروع بمؤتمر مع وزير الاقتصاد ومحامين وقضاء وشباب اللي بتمحوا يصيروا رجال وسيدات أعمال تناقشت الدراسة وتناقشت توصياتها ونتائجها وبالنتيجة طلعت فيه توصيات لتعديلات على القوانين الاقتصادية الفلسطينية اللي اعتمدها وزير الاقتصاد نعم حكينا يوم الجمعة أنه فيه زيارة لمنطقة في بيت لحم ولكن السؤال عن المشاريع المستقبلية اللي بتفكر فيها مؤسسة رواد للشباب نحن بنحكي عن مؤسسة عمرها 11 سنة تقصيداً من 2002 شو المشاريع المرسومة شو الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الرواد للشباب انه تستمر وفعلاً تعطي الشباب والشباب كمان يعطوا عندهم النظرة المستقبلية لرواد الشباب هو انه احنا مننظل نحاول نخلق حلقات تواصل مع الشباب لانه بالاصل فكرة رواد الشباب هي مش مش جمعية او مؤسسة بالمعنى المؤسسة هو بالاكتر زي منتدى لرواد الشباب الشباب اللي بحاولوا اللي عندهم افكار وبدهم يبنوا هاي الافكار وبدهم يطوروها احنا موجودين لنساعدهم اوكي فالمشاريع المستقبلية رح تكون الهلاقة بالاعلام الهلاقة بالاقتصاد الهلاقة بالتكنولوجيا الهلاقة بتدعيم المرأة فرح نحاول انه نخلي المشاريع اللي نطبقها شمولية عشان نحقق هدفنا وان شاء الله يعني هذا اللي بنتمنى بدأسل عن تفاعل الشباب معكم في المؤسسة وكنت سألت عن الفئات المستهدفة شفت معكم اطفال بالصور كيف جبتم الاطفال شو الدور اللي بتلعبه مؤسسة الشباب هو مؤسسة شباب صحيح ولكن انه الدمج ما بين الاطفال والشباب لتوعيتهم اوكي هلا الاطفال احنا ما قررنا انه نجيبهم لكن صار في عنا اول عمل تطوعي ولمما اطفال البلد شافونا واحنا عم نشتغل حابوا يشاركونا فانضموا لنا استرى في هذا الشيء جميل جدا جدا احنا كتير مبسطنا فيه الاشي التاني بالافنت التاني التطوع التاني كان انه المتطوعين لما انبسطوا بالافنت الاولاني بالتطوع الاول جابوا اخوتهم لصغار او الناس جابوا اولادهم لصغار يساعدوا خصوصا انه كان مركز شباب وكمان للتطوع الجاي بالاساس انا طلبت من كل الناس اللي انا بعرفهم جايين وعندهم اطفال انهم يجبوهم لانه كتير حلو منهم من الصغار يتعودوا انه مش يعني انه احنا منقدر نعطي صحيح بعد شوية راح تصير عائلات جميل جميل جدا كمان بنفس الموضوع منطقة بيتلحم من اللي بيختار المناطق العوجة في اريحة منطقة رمالله المدرسة بيكون في هناك فعلا بحث عن مناطق مهمشة بليش اقول مهمشة ولكن انه هي بحاجة ام انه هي خلص يعني اختيار عشوائي لا هو اكيد في بحث وفي منعمل زي تقييم بيجينا عدة اماكن واحنا منقيم وين احنا بنروح نعمل العمل التطوعي هي بالفعل خصوصا انا بدي احكي يعني مدرسة بيتسوريك كانت بحاجة للعمل التطوعي بس العوجة مركز شباب العوجة كان بحاجة كتير للعمل التطوعي لانه عن جد العوجة منطقة من المناطق المهمشة هي منطقة العوجة الريحة ووادي الاردن من المناطق اللي ما فيها كتير اهتمام بس حبينا نحسن الموجود عشان يقدروا يستفيدوا اكتر طيب يوم الجمعة العدد اللي بيكون رايح هناك بيكون محدد ولا انه قدي احد بيدي يروح مفيش مشكلة من المتطوعين من الشباب من الاطفال هلا احنا بالعادة عشان نحجز دور لا اكثر ولا اكثر احنا بالعادة ما بيكون عنا مشكلة احنا بيكون محددين تاركت فولنتيرز انه عدد الفولنتيرز اللي احنا بنحتاجهم لان نعمل الاعمال التطوعية اللي بنيها يعني لما يكون في زراعة شجر لما يكون في دهان بيكون احنا محتاجين حسب المساحة اللي احنا بنشتغل فيها يعني مثلا بنحكي عن اربعين او خمسين بس دايما دايما العدد المتطوعين بيطلع كتير اكبر فانه هذا اشي كتير مفرح شيء جميل جدا رسالة حابت وجيها لكل الشباب الفلسطينيين اللي يشوفونا بهاللحظات ولا شباب الوطن العربي كمان انا بحب انه اذا حدا عنده فكرة وما مش عارف اش يعمل فيها لازم يتواصل مع المؤسسات اللي بتقدر تساعده او تدربه هاي 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 بالزبط لانه انا كتير تعرفت على شباب عندهم افكار جدا جميلة بس بعدين ما بيعرفوا اش يعملوا فيها او حتى ممكن تكون افكار تكنولوجية اجتمعية بمكانك تعطيني مثال انه يعني شب كان عنده فكرة كان في عنده مشروع معين شيء براسه ولكن لما جينا احنا ساعدنا بهذا المشروع وبهاي الفكرة طلع منها شيء منيح وانتي حكيت بانه في شباب عندهم قدرات وعندهم طاقة ولكن بدون ذكر اسماء عشان ما بدنا نجامل لحدا هلا انا رح احكي مثال عام فيه كان مجموعة من الرواد هم من بكونوا عندهم افكار بس ما عندهم الامكانيات لانهم ينطلقوا فيها او يطوروها فا احنا عملنا ترينيج اسمه هاو تستابلش ير اون بزنس هذا الترينيج كان بتعلق بانه نعلم الشباب الذين عندهم افكار اقتصادية او تكنولوجية ومعندهم خبرة في مجال البيزنس انهم كيف يبلشوا كيف يطلعوا بمشروعهم ومين الجهات اللي يتواصلوا معها في كمان الترينيج كان انه كيف الشباب بقدروا يستخدموا متاقاتهم انه كيف يطلعوا مواهبهم اللي تطلعوا شغل حقيقي على الارض اللي ما تضل الفكرة مجرد فكرة ميج كيف بامكان الشباب يتواصلوا معكم يعني لوحد عنده اي شيء عنده اي فكرة كيف بالامكان نوصل لكم في طبعا التليفون فيسبوك في الوابسايت تبعنا www.yap.ps في الفيسبوك بيج تبعتنا اللي هي يونج انتربرنورز ياب في التليفون بالايميل باي طريقة بيحبوها المهم يوصلوا لنا شكرا شكرا ميج وائل مديرة مؤسسة رواد للشباب شرفتنا شكرا ومشاء الله شباب يعني الله يساعدك الله يساعدك اذا مشاهدين الكرام نأتي وعياكم الى ختام برنامج اللي يصبحكم بالخير ولكن قبل الختام اذكر من جديد للتواصل بامكانكم دائما وابدا متابعة صفحة الفيسبوك على الموقع الالكتروني الفلسطيني اللي يصبحكم بالخير الموقع للبرنامج الموضوعات بالاضافة ايضا الى الفقرات الحبين انه يكون في هناك اضافة جديدة يعني مش بس مؤسسة الرواد كمان احنا هون بالفلسطينية وبرنامج اللي يصبحكم بالخير ان كان في هناك اي موهبة يعني نتمنى ان شاء الله نصلت الضوء عليها بالنسبة للموضوع الشباب ورائد برا شوفو لكم حل بتغيير الاسم لانه كل ما يكون في حد حديث مع رائد بفكر بتحكوا معاي هون فعشان هيك شوفو لكم حل بهذا الموضوع اشكركم مشاهدين الكرام على ان نلتقي ان شاء الله غدا مع الزميلة راندي خدير وبرنامج اللي يصبحكم بالخير اشكر طاقم العمل والى اللقاء اشتركوا في القناة